موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مع فاطمة وصفت اليوم حلوة الصابلي وهذه الحلوة صنعتها فقط بالزيت يعني في العجينة لا تستعمل الضبدة أو المارغارين ستحصل على الصابلي يدوب في الفم سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير بسم الله هنا في الإناء نضيف السكر 150 غرامة يعادل 3 ربع نضيف ملعقة صغيرة سكر فانيلا أو كيس واحد ثم نخلط هذه المكونات جيدا حتى تحصل على الصابلي يكون كريمي والسكر يكون داب تماما تقدروا تستعملوا العجين الذي كان عندكم حاضر أو استعمال الضراب الكهربائي العادي هذا المرحلة مهمة باش من بعد الصابلي يجيكم هش ويدوب في الفم هنا نضيف الزيت كوب واحد أو 250 مللت نقصه من السرعة نضيف الزيت مثل مايوناز باش الخالات يقعد محافظ على الكتافة هنا بعد ما تحصلنا على خالات كاتيف والسكر رهداب نكملوا فقط باليد نحتاج إلى الميزيناء أو الناشا 50 غرام مايو عادل نصف كوب نحتاج إلى خميرة الحلوى كيس واحد أو ملعقة صغيرة نحتاج أيضا إلى الدقيقة الأبيض نحتاج فقط في المرحلة الأولى كمية قليلة نخلطها مع الناشا وخميرة الحلوى نخلط المليح المكونات الجافة ثم نضيف للخليط الأول والفارينة في هذه الوصفة لم أعبرت لأنني من بعد نضيف حتى تحصل على عجينة حبست هنا أضفت هذه الخليط المكونات الجافة للخليط الأول ونخلط فيه ممليح بعد هنا في هذه المرحلة تقدروا تزيدوا عطر هنا أضفت قهوة فورية قليل من الماء يعني الصابري سيأتي بنكهة القهوة تقدروا تضيفوا كرامل تقدروا اي عطر ما تحبوه أيضا قشور الليمون وهنا هذا عطر الزبدة تقدروا تزيدوه باش الصابري يكون فيه رائحة الزبدة لكننا ما استعملنا هاش أنا ما أضفت كتافيت فقط بنكهة القهوة بعد نخلطوا جيدا المكونات نقعدوا نضيفوا الفارينة أو دقيقة الأبيض حتى نتحصلوا العجينة تكون متماسكة ما لازمش تكون صلبة وأيضا ما لازمش تكون صلبة وماذا بكم ما تدلكوهاش بزاف العجينة باش ما توليكم ما تطاديا هنا بعد ما جمعت العجينة كما راكم تلاحظوا غادي نورقوها فوق طاويلة العمل وورقو فقط بكمية قليلة غادي نوضعوا شوية فارينة ونورقوها على سمك أو 6 مليمت وكما غادي تلاحظوا العجينة ما تتقلش لأننا معجلناها وهنا دائما نحاضروا لأن العجينة لا تلصق لكم فوق طاويلة العمل اضيفوا الفارينة إذا شفتوها نسقط شوية سنحتاج إلى هذا الإطار وانا استعملت إطار كبير القطرة التاعية بالتقريب 6 سنتيمتر يعني حجم كبير انتاع الصابلي ونقضعوا دوائر وكما راكم تلاحظوا لا يتقلصوا يحافظوا على الشكل انتاع هذا من بعد ترفضوا الدوائر وتوضعوهم في بلاطو تكونوا واضعين فيه من الفارينة هنا هذه التقنية دائما نستعملها في الصابلي أو حلويات لنورق فيها العجينة دائما خلطوا شوية عجينة جديدة مع العجينة اللي ورقتوها باش العجينة من تعودوا تورقوها ما توليش بطاطية لأنه لو كانت تورقوا مباشرة هذيك العجينة اللي ورقتوها من قبل ستقلص لكم والحبات ما يجيوكمش متقايسين هنا نفس الشيء سنعودوا نورقوا العجينة على سوق 5 أو 6 مليمتر ونقطعوا دوائر ونكملوا بنفس الطريقة حتى نكملوا العجينة كامل هنا بواسط إطار صغير القطلة التاعها بالتقريب 1.5 سنتيمتر سنتقبوا هذيك الكيطع ودايما الكيطع المتقوبة وضعوها في بلاطو لوحده والكيطع اللي تكون كاملة في بلاطو آخر لأن مدة الطهي تختلف هذا القاطو اللي تتقبو بالخف على التقاط الآخر اللي يكون كامل بعد هذه الكمية اللي تحصلت عليها بتنين بيض وكوب انتعزيت سنسخنوا الفرن على درجة حرارة العادية 180 درجة مئوية 150 درجة فرنهايت ونطيبت ثلاثة بلاطو مع بعض ومدة الطهي كانت عشرين دقيقة أو حتى تشاهدوا المساحة السفلية تحمل التركم من بعد هنا المساحة السفلية لون دهابي فاتح بعد المساحة السفلية المساحة السفلية نرشوه بالسكر الناعم جيدا وتغطوا جميع المساحة العلوية من بعد هنا نلسكوه بالمربى هذا المرة استعملت مربى الفراولة وضعت فقط كمية قليلة في الأول وضعت كمية معتبرة في هذا الفراغ نلسكوه وضعت هنا وضعت هذا الفراغ مليح وضعت الصابلي يرتاح قبل الاستهلاك على الأقل ست سوايا لكي تلسكوه مليح وأيضا العجينة تشربوا لكم غاية المربى وده هو الشكل النهائي تاحم ونفتح لكم واحدة وتشوفوا كيفاش يجيهاش كثيرا لا يختلف على تاع الزبدة أو المارغارين بالنسبة لملاحظة اليوم كما لاحظتوا القطعة الصعبة اللي شفتوه مكبار يعني تقدروا تحضروا على شكل حجم صغير وصلنا إلى نهاية الفيديو انتعال اليوم شاء الله يكون أعجبكم قلكم مع السلامة وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله شكرا